بكم في النشرة الاقتصادية كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت عبد الكريم بوتشيري للنشرة الاقتصادية عن مسعى البنك للحصول على رخصة لإنشاء شركة استثمارية في إحدى المدن الأوروبية دون أن يفصح عن اسمها وبين بوتشيري أن البنك حصل مؤخرا على موافقة مصر في البحرين المركزي لفتح مكتب تمثلي في اسطنبول لافتا إلى أن التحضيرات جارية في الوقت الحاضر لتقديم الطلب الرسمي للجهات التركية متوقعا افتتاح مكتب اسطنبول مع نهاية العام الجاري كما ذكر بوتشيري أن شركة كريدي ماكس للبطاقات الاقتمانية التابعة لبنك البحرين والكويت في طور البحث عن شريك لدخول سوق كردستان العراق وذلك بعد القيام بإعادة تقييم السوق ودراسته من مختلف الجوانب بالشراكة مع أحد الملاك الذي قلت لك عنه هذا المالك عنده راقبة في الاستثمار في يعني غطاعات مختلفة عقار وخلاف وهنزين فراح يكون في خلنا نقول توازن بين الشركة تجيب الفرصة الاستثمارية والاستثمار من قبل الشركات الأخرى في البحرين فأعتقد أن هذا هو الشبب الساب الرئيسي يتواجدنا هناك نحن ننشئ شركة استثمارية علشان الشركة يسوي سورسينج تستحوذ على بعض الفرص الاستثمارية الواعدة